تظهر حكمة الله عز وجل بخلقه منذ اليوم الثاني والاربعين من وجود الجنين داخل رحم أمه يحدد الله سبحانه وتعالى لهذا الجنين رزقه وما كتب له بالدنيا وعمره كيف يمضيه وجنسه ماذا سيكون ومتى يقدر له الله سبحانه وتعالى أن يخرج من رحم أمه ويرى النور بعد ذلك يبعث الله سبحانه وتعالى الروح لهذا الجنين لينبض قلبه الصغير وينمو مع الأيام داخل رحم أمه ويحميه الله سبحانه وتعالى من كل ضرر واقع عليه حتى ينمو ويصبح قادرا على الخروج من بطن أمه والعيش بخارجه ينتظر الأهل بفارغ الصبر اللحظة التي يصرخ فيها الطفل بعد ولادته هذه الصرخة تحيي الفرحة والأمل لدى الأهل وهذا يعني أن الطفل بحالة ممتازة والله أعلم أتحدث إلى حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم عن سبب بكاء الطفل عند ولادته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سبب بكاء الطفل عند ولادته يقول الإمام ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن فما السبب في بكاء الصبي حال خروجه إلى هذه الدار قيل هما سببين سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباء وسبب ظاهر وفي تعريف السبب الباطن أن الشيطان عليه لعنة الله يستقبل المولود لحظة ولادته مستبشرا بأن يكون المولود من أتباعه وأعوانه وهذا ما يظنه طبعا فيقوم بوخزه في خاصرته فيتألم الطفل ويصرخ من شدة الألم لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه رواه البخاري ومسلم وكما ورد في صحيح البخاري أن الشيطان وخز سيدنا عيسى عليه السلام في خاصرته ولكن الوخز أصاب الحجاب ولم يصب سيدنا عيسى وقامت أم السيدة مريم بالدعاء لها عند ولادتها في قول له تعالى وإني أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فاستجاب الله لها أما سبب الوخز في الخاصرة بالذات فيذكر المفسرون أن سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه الله من الطين السلصال لم ينفخ فيه من روحه لفترة لا يعلمها إلا هو جل شأنه فكان إبليس عندما يمر يستغرب من هذا الخلق الأجوف بلا روح فكان لعنة الله عليه يركله برجله من جهة الخاصرة لذلك عندما يولد الطفل ينخسه في خاصرته حسب معتاد عليه أما عن رأي الطب في بكاء الطفل عند ولادته هو قيام الطفل بالتنفس لأول مرة مما يؤدي إلى تفتح القناة التنفسية لديه ويقوم الطبيب بقلب الطفل رأسا على عقب فيكون رأسه للأسفل وقدميه للأعلى لمدة لا تزيد عن دقيقة يساعد على وصول الدم بشكل أفضل للمخ ويساعد على تفتح الرئتين والقدرة على استقبالهم للهواء كما أن هناك تفسير آخر لبكاء الطفل عند ولادته أن الطفل عندما يولد تصيبه صدمة من الجو الجديد الذي قادم إليه حيث أنه كان في جو حار وانتقل إلى جو بارد كما أن السائل الذي كان يحيط بالجنين في رحم أمه كان يشعره بالطفول أعلى أما خارج الرحم فالجاذبية الأرضية تشعره أنه سوف يسقط كل هذه المعلومات كانت عبارة عن أسباب بكاء الطفل وصراخه عند خروجه من بطن أمه وعند ولادته أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة